صبر أيوب عليه السلام على أقدار الله لقد أصابه ضر عظيم في بدنه وأهله وماله فصبر فخلد ذكره في القرآن فقال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فوصفه بالصبر حتى قرن الصبر بأيوب فلا يذكر إلا وهو معه لقد كان نداء أيوب في ضرائه غاية في اللطف والأدب ولذا كانت الإجابة آية في التمام والكمال لقد نادى ربه ولم يسأله شيئا بعينه من الأهل والعافية وذكر ربه بما هو أهله وبما اتصف به أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجاب له دعاءه فكشف عنه الضر ورد عليه الأهل ومثلهم معهم وجعله ذكرى للعابدين وإماما من الصابرين